أعلنت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس استمرار ممارسات التعذيب والعقوبات القاسية وغير الإنسانية في البلاد وكشفت المنظمة عن وجود حالات التعذيب العديدة في مراكز التوقيف في وزارة الداخلية التونسية وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة تحت عنوان الإفلات من العقاب يوازي تواصل التعذيب الإفلات من العقاب عدد إلى حد الآن على ما نعلمه ومع القناش إجابة أخرى لم يتم الحكم على أي عون من أعوان اللي متهمين بالتعذيب إلى حد الآن تم قضايا رفعنا قضايا القضايا هذه مزال جارة مثلا المعلومة الأخيرة اللي عنا أنه في تونس تم دفدر مخصص للشكايات المتعلقة بالتعذيب فيه 110 شكايات قدمت ثم 44 موجودين أمام قضايا التحقيق لكن ما ثم حتى قضية حكم فيها بعد